قال رئيس دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمن للإصلاح علي الجرادي إن الشيخ الراحل عبد المجيد الزنداني رصيد إضافي لليمن وهو من القرائل الذين يمنحون أوطانهم رصيدا إضافيا عندما يذكرون وأوضح الجرادي في منشور على فيسبوك أن الشيخ الزنداني صاحب مدرسة إحيائية جمعت بين الدعوة والسياسة والجماهيرية وأكد الجرادي أن الشيخ الزنداني كان طوال مسيرته صاحب موقف ورأي وتأثير وأشار الجرادي إلى أن تاريخ الزنداني العلمي والسياسي وكل أعماله كانت ضمن المشروعية الدستورية والمظلة الوطنية